مرحبا بكم في قناة دي دي سامودي وهو الخل وكيفاش غدينتعاملوا معه في تربية الارانب ويعني اسموهم الامراض اللي ممكن ان الارانب دينا يتصابوا بها ويداويهم هاد الخل هاد الخل اللي هو رخيص التام كينبعد الصيدريات اللي كتنشي عندهم الصيدريات بيطارية وهاتشي عند تجريبة يعني سوّلت واحد صيد يعني حالي نقوله خدام تهوف واحد عند بيطاري وهضر لي علاء مني كتتمشي عند البيطاري وكي يعطيك كتقول له مثلا عندي الارانب ديالي فيهم الكوكسيديا كوكسيديا هي لا دياري يعني كرشهم كتكون جارية عشنو كي يعطيك؟ كي يعطيك واحد القرعة يعني ما كيقول لكش اسموه المحتوى ديالا منين كتتحلها كتلقفها ريحة الخل يعني منين كتشمها كتلقفها ريحة الخل منين احضر معاي الصيد قال لي يا أرا هادك غي خل عادي ما كيديروش في شي حاجة زيادة ولا والغريب في الأمر انه انهم كي بيعوه بعشر دلاهم القرعة صغيرة غي قداك يعني قرعة صغيرة كتباء بعشر دلاهم كيقول لك ديرها ثلاثة المرات تاربعة المرات وفعلا ما كيبقاش عندك المشكيه هاد القرعة هادي يعني لك القرعة الصغيرة ممكن ان هاد القرعة هادي دير ربعة درامونس ممكن تدير منها واحد احنا نقولوا واحد جوج تلاتة تستديل القنينات صغار تخيلوا استفل القنينات صغار هو النفس المفعول اذا نهضروا على اه دبا درنا على هاد هاد يعني الاختلاف في الأتمين نهضروا دبا على اشنو كي دير هاد الخل الكوكسيديا اسموه اشنا هي بالنسبة للأرنب الصغار او حتى الكبار وهو من كرشهم كتجرة كتولي ما انتا ما قادرش هو الأرنب ما قادرش يستيطر على كرشهم وكي ضعف يعني كي ولي ديك الفضلات ديالو ماشي مكورين مكورين مكركبين بق يعني بوحد دائري بشكل دائري لا كتولي كرشو كحلا يعني احنا مني كانشوفوا الكاج ديالنا يعني التربية دي الكيجان مني كتشوفوا في الميكة يعني تحت هاد الميكة هذي بحلاكة ما كتشوفوش الفضلات كما كتشوفوهم دابا انتوما كتشوفو الفضلات يعني بشكل دائري لا كتلقوا هاد جي هاك سوداء اسمو اشنا هي سوداء يعني رأى فيهم لا دياري والاسم العلمي ديالها وهي الكوكسيديا طريقة ديال السيمان ديال هاد الخل سهلة وبسيطة يعني كتديروا معلقة ديال الخل معلقة كبيرة اللي كتستعملوا كتديروها مع ايطروا ديال الماء وهذا ايطروا ديال الماء كتفرقوا عليهم يعني افتاصد ديالهم او الناس اللي ديرين شرابات اللي ديرين حالة ديال الحلامات في تيويات مهم انهم كيشربوا منهم كونهم متأكدين انه انه يعني شي حاجة خيالية يعني في البلاس كيوليو كرشهم مزيانة اه القضية ديال واش هو علاج او لغي وقاية انا كننصح به كويقاية الحقيقة كننصح به كويقاية هاد الخل هادا اه في الحقيقة يكون عندكم في يعني في في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم يعني كما كيكون عندكم ادوية اخرى مثلا ديال تصمغ الادون ولا الادوية العادية اللي كتكون عندكم ديال الارانب يكون عندكم ديما الخل يكون عندكم بيكاربونات سوديوم اه لاحسب انتفاخات والخل ضروري انكم ديما يكون عندكم محطوط في يعني في الصيدلية الصغيرة ديالكم الخاصة بالالانب اه كيفاش غانستعملوه كويقاية وهي تكون عندنا واحد المذكيرة وكاتبين فيها التاريخ يعني مثلا درنا هاد الخل ارشيناه اه اه درنا لهم يعني في يطروا ديال الماء وكبيناه لهم كاملين نقيدوه التاريخ ديال هاد النهار ونسلنا واحد خمسطاشر يوم ونعودوه نفس العملية وبالتالي اسموه كنكون ودرنا كنكون ودرنا وقايا ماشي نخليوتاي مرضو عاد نديرو لهم العيلاج لا يكون عندنا واحد واحد نظام غادين بيه اشن هو هذا النظام اننا نكبو هادك الخل وفوحد يطروا ديال الماء ونعطعوه لهم ونقيدو هادك التاريخ ومنيني يوصل عليهم عوثاني خمسطاشر يوم اخرى انه عوثانين عودوا لهم نفس العملية وهكذا دواليك على طول حيات ديالهم وكونوا متأكدين ان هذه رغدي تكون واحد الوقاية من نوع خاص تمن رخيص يعني هاد القرعة ممكن ان رغدي تضرب بزا فعا تسموه هي معيل قاديل الخل يعني في لمدة ثلثي ايام معيل قاديل الخل في مدة ديال خمسطاشر يوم يعني ارا شيء خيالي غادي تضربكم بزاف وهادرب عبد رامونس غادي تضربكم بزاف وفي نفس الوقت ما تسنوش المرض تيكون عابش ديرولهم لا ديروها كعلاج كويقاية عفوا يكون كويقاية الناس اللي ضربوا لهم الانب ديالهم صاف يخدموا الخل مزيان ولكن يستمروا عليه يبقوا ديما غادين على الخل ارا شي حاجة يعني جد 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 فعالة ورخيصة في الثامن اذا اللي عجبته الحلقة ما تنسوناش في جير الجام تكيو على زر جام نزلوا سبعكم التحت وتكيو على زر جام باش تسندونا نزيدو القدام ما فيها باسي لاحل اقتراصوري وتكيو على زر جام باش تسندوني نقصر لكم فيديويات لمهمة حال الفيديو درع في فيديو هادية رعا مهم في تربيق الارانب الخل تكيو على زر جام وتكيو على زر الجرس كي يصلكم جديد ديالي ان شاء الله الى اللقاء في الحلقة المقبلة اشتركوا في القناة